بخير عليكم تمنى تكونوا باخير وعلى خير كما كتشوفوا البنات صباح هادا بحرة فقط والبنات هادارا ها روتين حقيقي ماشي متلتو يعني بالصح نيت بحرة نيت فقط وجيت آآ آآ زيت الكاميرا نيشان قلت غادي نغسل وجهه ودكشي قلت بلاتي نشارك معاكم حيت كان بقى نديلكم عشنو كان دير هاد الايام هادو آآ فتار ودكشي وقلت علاش الله ما نصور ليكو مهمون البنات كم ما كتشوفوا آآ بديت كان نغسل وجه ديالي تقدرو تغسلو انتو ما الوجه ديالكم باي جيل انتو ما كيعجبكم ما شي مهم تبقوا تغسلو بشي جيل انا اللي جامع وجهي اللي جامع وجهكم تو ما تقدرو تغسلو به آآ ما كيلاش آآ يعني تشدو مثلا جيل ديالي آنايا وتغسلو بوجهكم حيت كل وحدة والبشرة ديالها كان الناس اللي عندهم بروتوية ديالهم روتين ديالهم يومي اللي كيستعملوه وكيعجبون بروتوية ديالهم ليستعملوه آآ ثاني حاجة من بعد البنات ابقيت كان يعني كان ديال واحد المساج للوجه ديالي مزيان كي ما كتشوفو ما استعملش البروتشا فاسيان مرة ايه مرة لا باش ما نفتح المسام ديال وجهي آآ المهم دابع هنا يا بقيت كان نغسل لوجه ديالي بالمال بردة البنات توقع كي يكون البرد انتو ما هسكم دونسلو بالمال برد مع مموركم ما تصلوا بالمال سخون هاد المال سخون كي ينشف البشرة وكيخرج التجاعد المال برد بعداكين ولا المام تلج ما كيخليش الوجه ايو اللي في التجاعد موايما البنات من بعد را ما كينتش يتغيير في هذا الروتين هذا آآ وغسلت سناني آآ موايما غاش نبيان انا قدامكم حيس كين تكري يعني شي حاجة كتعيف موايما غسلت سناني وكل شي باش ما نجين دفر قدامكم آآ من بعد آآ درك الكريمات ديال اللي كان دير ديمة آآ فلوجه ديالي طبيعية 100% وارطبت الفم ديالي صافي ومسيء ومشط الشعر ديالي ودابا غادي ندوز نفطر آآ موايما البنات من بعد ما فطرت دابا آآ خرجنا شوية كان تمشي آآ حيت نيت خسنا مشو نجيبوشي حاجة آآ الموايما آآ هاد الحاجة ماشي يعني مهمة لا هنقدر نورها في القيناة آآ المهم آآ غابيت نقول لكم باللي اليوم آآ آآ ان شاء الله غادي يوصلني واحد للباكيتي آآ كان اش درت البيديدو ديالو في بريمور نهار الجمعة درت واحد اللي غادي اللي فاش كدير 18 شورو كي يوصل لك فابور انا كان فضل ندير لما ندير 18 شورو ويصلني فابور ولا نتقدى غير واحدة جوجي حاجة ونخلص عليهم 4 وره المهم غادي يجيني في واحد الشركة اللي حدانة هنا يعني دائما كان كان نقول ليوم يجيبو لي مع ديك الشركة اللي قريبة لنا حيث كي يجي ساهل ومسافي المهم راه تصل بيا اليوم وقال لي باللي رويش غادي تكوني في الدار مع ديك الوحدة راه عندنا واحد الباكيت من بريمور غادي نجيبو لي في الدار آآ المهم من غادي يجيبو لي ان شاء الله غادي نوري لكم حيث آآ عقلت باللي آآ خذيت واحد الكيراتين ديال الشعر آآ ولا الترطيبة ديال الشعر آآ اللي غادي نشاركه معكم وخاء انا نشاركتها معكم مش حال دي وريت لكم طريقة الاستعمال وخاء وريتها لكم في واحد الكاميرا اللي كانت اللي كانت عندي باللول ما كانش كتصور مزيان وما بلكو مش لك شي مزيان ولكن ان شاء الله هيا غادي نديرها تاني اختي غادي نقدر يقدر نعودها لكم تاني من جديد بهات الكاميرا جديدة ونصور لكم قاعد اي طباس مزيان وذاك الشي ونشرح لكم الحاجات اللي والاسئلة اللي كان وصلوني في تعليقات القدام اللي كان بزاف ديالناس كيقولوا لي علش ما خليتي ها فختك حتى الغدلي عاد باش تغسلها وما أنا غادي نشرح لكم زيان علش وكان بزاف ديالناس اللي آآ كيغلطوا بالكيراتين والترطيبة حيث الترطيبة هي اللي كتخليفش شعرك والكيراتين اراه اللي خاسك تغسله الميديا تامينة حتي را خليتيه في شعرك غادي تنتف كله را هما دارو لك غي شي اه شي خمسة دقيق وخاسك تغسلي البرودويرات ناسي بي اراه ما يمكنش مهم انا غادي نشرح لكم تومي لا بغيتوا تاني فيديو اخر اللي غا ندير لكم اراكن سدرت لكم الكاميرا الجديدة اللي يعني كتكتصور باش تدي دارت لكم هذيك البانفساجية الكيراتين البانفساجي ودارت لكم الدهبية وبعض الكاميرا قديمة هذي عام ولكن ما ربن لكم اش مزيان مهمة را غادي نعود لكم نصور لكم اه مزيان الفيديو نشرح لكم مزيان ونقول لكم حتى دوكم بعض التعليقات اللي توصلت بها اه مهمة ربنات اه مني نرجع لبطرن شاء الله هراها كما كتحفول هذر تشي حاجة ولا شي حاجة را غادي نصورها لكم كراتين داخل كين واحد الكيراتين ديال اه كيراتين او الا التغطيبة ديال الشعر الجب اه ومن بعد ما بقيتش عقلها اشنو كين الداخل ومن راضي نشارك معكم ان شاء الله اه قاعدك شي اللي كين داخل هنا يا ولكن تسنوني حتى الفيديو زيال غضي ان شاء الله وانحط لكم اشنو كين داخل وكل شي اللي عقلها هو الكيراتين خديتها ومن بعد البناس ما تتغدينا اه اه مشنا قم اه نغسل المواعنة على الغدا واداك شي وبنتن وريكم نتشارك معاكم هذا اللي قم اغسله به اه بلا طا والبرارد اه البرارد لقواب لاداك شي كي خليهم كي خليهم كي يشعلوا اه صافي هنايا قم اغسل المواعنة و قم اقاسموه شقابينتنا كما تشوفو كديرو هو ملاحسن ديرو بااااااا بالقواب ولكن هنايا نسيتهم حيث بي بحله كي كي ينشف لي الدين واحد الحاجة اخرى اه كان فضل هذا على هذك الاخر هذك رحته قوية بزاف هذا ماشي ريحة خانزة ولايش حاجة غضر هذا زوين صافي مني كان نشله من هذك برودويت صافي كان اصله بالصابون اللي كان اصله بها لمعن وكان اصله بالرد مزيان صافي بالنسبة للبنت اللي سبولينا البردويت فين خديطوا را موجود في مركز هناك كان في الدي كان في يعني في جميع المحلات را هم معروف صافي هنا كما كتشوفوا على البناء ساقدي اه نكمل اه لغسيل تاع المواعن اللي كنت تغذينا فيه هذك شيء صافي ومبعدا نوريكم الى كان شيء منتج هنا مهم غادي نوري لكم كان شيء منتجات هنا مزيان غادي نفعوكم وكما كتعفو على النهار معاي كان بغين ندير فيه شيء منتوج ولا شيء بلاصة مشيتلي اعتنفعكم ولا شيء بحل ذاك ديال اللي دازو كنتوريشكم منتجات غادي شكرا شكرا كما كتشوفون البنات كان ناخد هذك كيتا غراسة الصراحة البنات خاطير مكتوبة فيه ليدي وقيلة خاطيرة البنات زوين ما فيه شيء ريحة كانت تقاتلي هذك اللي بتبيع علي فيه شيء ريحة مشيتالي ولكن ان جتني ريحة النقاء يعني واحدة ريحة مقبولة يعني ما شيء مجهده زوين البنات ينقى وكيخلي واحدة ريحة يعني ديال النقاء يحيد اي حاجة في تواني يعني كتخويا على شيء بلاصة فيه على الدهون ولا شيء حاجة بتتحيدي فيها لو سخول شيء حاجة كما كتشوفوك اغسلت بيه اغسلت بيه هذا اللي كانت تعملو في الاواني قبل البروضي كان ننصلو اللي اودي كان جمع فيه تكشين تاع الاواني وهذا الشيطة اللي كانحتاج في القراعي كما قلت لكم هاد الشيطة التوامة كان اغسلو مزيئ هيت كان اغسلو بيه شيء حاجة بحل القراعي ولا شيء حاجة صعيبة صغيرة صعيبة تتوصل ها بخير؟ صعف ينبقى مستمرين هكو حتى اهنا في الفايانس راتين نغسلو كما كنتشوفو غير من مولتي اوصص حتى اصلا كأكون مبنقيه وقت ما كان نغسلوه لمو علمش حاجة نقيه. وعند هاد مولتي اصوص لبنات اللي سولوني في هاد هاد كيريكو هاد الماركة موجودة في سوبرت اللي يكونوا حدا الاحياء. وموجود شفتوا حتى عند آآ تشينوس. مو يمكن ينقي مزيان كينقي اي حاجة بيتيها يعني ديري في اي حاجة بغيتي انا احنا غير خصنا واحد الكوزينة واحد خصنا الدوش هادا باش ما يوقعوا نستعملو في كامل كما كتعرفو حاجة كوزينة بوحدها وحاجة الدوش كيكون بوحده. صافي كما كتشوفو غاد ينمسح مزيان لحيط وغاد ينمسح اي حاجة بنت لي مصخة ولا خاصة هات تمسحها غاد ينمسحها حيط يبقى ينقي مزيان 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 وفي نفس الوقت كيعقم وكيعطي واحد ريحة زوينا يعني دي النقاة ديال هادا وصافي كما كتشوفو حتى ذاك ديال اللي كان مسح بيها اسميتو دوش عفوان اللي كان مسح بيها لفابو غسلتو التواب بكيتا غراسة اللي كان فيش دهون لشي زويت ولاش حاجة وصافي غاد ينغسل لفابو باش يبقى كل شي نقي وما يبقاش الواحد ديما بقى يغسل المعنف غيك يخدم بيهم يغسلهم باش يبقى ديما بلاسة نقية وخاوية وكت يعني كت تعطيك كما كانوا قولوا باش تخدمي في اسميتو في الكوزينة كما كتشوفو هنا الحاد تاني رجعنا تاني عود نادرنا لها هذا اللي كانت بريتكم اللي كي يبيض هذوك خون تاسو اللي هذوك هذوك الجوانب نتاع الفايانس وصافي وكان مسح بمولتي اوصوس كما كتلك امرو بريتكم الطريقة اللي بغى الطريقة والتفاصيل كان في فيديو صراحة كل مرة كنديروها ورا ماشي كيبقى واحد المودة يعني يجو الصيمانات ثلاثة على حسب انت وش كيفاش حافظت الي الكوزينة ديالك اللي كيبقى ليشهر كيبقى مودة على حسب اللي كيتوسخ بزافتك الجوانب اللي كيكون فيها بزاف طياب وهذا هو اللي كتحتاجي بزاف تديريلي كل مرة هذا كباش يبلي انقي وكيبان بحل دكتشي فايانس جديد صراحة كما كتشوفو كيخلي فايانس كيبان جديد وهذوك الجوانب تبقى كتلمع صافي كنتكمل هنا ايا بمولتي اوسوس باش يحيد لها ديك البيضية ولا ديك كتبان الشهوبية في الفايانس ولا شي حاجة صافي بعدك رجعوا حاجات البلايس هوم هنا ايا درنا القوتي درنا واحد الصراحة هاد الحلوة كاتجيه شي شورط ببزاف الابويتون خلي لكم فيديو بالتفصيل قولي ايا في التعليقات زي ما كتتوجد سهلة سهلة كتطيف وكتحضر في مجموع في 15 مينوت كاك 20 مينوت وكتجيه شي شورط بباويتون قديلها واعر بزاف لابوتو تفاصيل دينا دخلوا ايا في التعليقات هنا صافي كان شربو اعتي دينا وكان اكلو القوتي دينا وهنا تسعلى فيديو دينا اليوم اه خليت لكم راح تلباله حتى الفيديو اخر ان شاء الله سلاموا اشتركوا في القناة